بالتأكيد هو قرار دولة واستخبارات لربما نستطيع أن نشير إلى أن الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية هي تعمل بشكل إذا ما أردنا أن نقول شبه موحد مع بعضها البعض في مواضيع مختلفة. الشهيد سليماني لم يواجه الأمريكيين فقط في العراق أو بعد أن أصبح قائد فيلق القدس يعني أنا أعرفه منذ قبل أن يدخل فيلق القدس وهو كان يواجه المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية حتى في شرق إيران حين كانوا يقومون بدعم القاعدة والمنظمات الإرهابية الموجودة في جند الله وغيرها الموجودون كانوا في أفغانستان وباكستان والشهيد سليماني كان يواجه هذه الأجهزة الاستخباراتية منذ ذلك الحين وهم كانوا متكاتفون مع بعضهم البعض والشهيد سليماني كان شخصية عسكرية أمنية وكان دقيق جدا في تحركاته وربما القليل من الأشخاص يعلمون عن تحركاته يعني هذه الصفرة الأخيرة التي سافر إليها إلى العراق لربما حتى عدد كبير من حلفاء إيران لم يعلموا أن الشهيد سليماني سوف يسافر إلى العراق وحتى أصدقاء إيران في العراق لم يعلموا أنه سوف يدخل العراق ولهذا فهذه الشركة الأمنية لعبت دورا كبيرا في إفشاء دخول الشهيد سليماني إلى العراق وأعلام الأمريكيين بها الأمريكيين كانوا ينتظرون دخول الشهيد سليماني ولكن حتى اللحظة الأخيرة من اتخاذ قرار السفر إلى العراق هم لم يكنوا متأكدون من أنه سوف يأتي أو لا يأتي